السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الأعدادي معدنا النهاردة إن شاء الله مع شرح جرامر يونت 9 اللي هي بعنوان Adventure اللي لسه أول مرة يتابعنا احنا بنشرح جرامر اليونت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونت بالكامل من كتاب جيم والمعاصر تقدروا طبعا تدخلوا على القناة وتتبعوا فيديوهات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ يارب تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراكوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا إن شاء الله دعمكم مهم جدا لنا لإنه بيشجعنا نقدم أكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض أول جزء معانا يا سنة أولى هو The future with going to اللي هو المستقبل باستخدام going to أو be going to اللي هي معناها سوى شكله فيه الaffirmative اللي هو الإثبات أو الجملة المثبت يتكون من إيه Am و Is و Are معاهم going to Plus the infertive اللي هو الفعل في المصدر بدون أي إضافات إحنا طبعا كلنا عارفين إن Am بتيجي مع الـ subject I اللي هو الضمير I Is بتيجي مع الـ subject He or She or At أو أي اسم مفرد Or بتستخدم مع الـ subject We, You, They أو أي اسم جاء طبعا إلا لو عندي كلمة مختلفة عايزة اختصر I Am بس تختصرها بأبستوره في M و Is أبستوره في S و R أبستوره في R E Am أو Is أو R زائد going to زائد الـ infinitive اللي هو الفعل في المصدر بدون أي إضافات زي ما أقول مثلا I am going to visit Sinai أنا سوف أزور سيناء طبعا I am going to كلها دي على بعضها اللي هي معناها سوف أنا سوف أزور سيناء طبعا ما يفعش أقول إيه I going to بس أو I am going to بس لازم الـ expression كله على بعضه أو القعدة كلها على بعضها اللي هي verb to be و going to ومعاهم الـ infinitive اللي هو الفعل في المصدر بدون أي إضافات My brother is going to climb a mountain أخويا سوف يتسلق الجبل برضو إحنا استخدمنا هنا is علشان my brother مفرد يبقى في المثال الأول استخدمنا am علشان الضمير I في المثال الثاني استخدمنا is علشان طبعا my brother اسم مفرد وبرضو جيبنا معاها going to ومعاها الـ infinitive اللي هو الفعل في المصدر بدون أي إضافات يعني ممكن يجيلي كده سؤال التصحيح يقول لي مثلا I is going to يعني يجيلي التصحيح على verb to be طبعا إحنا كلنا عارفين إن I بتيجي مع am طيب ممكن يجيلي التصحيح على going to يقول لي go مثلا ممكن يجيلي على حرف الجر أو ممكن يجيلي طبعا على الفعل فين في المصد بيقول لي they are going to go camping this summer هم سوف يذهبون إلى المعسكر go camping معناها يذهب إلى المعسكر هذا الصيف يبقى هنا حاجة سوف تحدث في المستقبل باستخدام are going to أو is going to أو am going to زاد الفعل في المصدر بدون أي إضافة وده شكله في الإثبات أما في الـ negative اللي هو النافي أو الجملة المنفية طبعا إحنا بننفي verb to be am و is و are plus not plus going to plus the infertive اللي هو الفعل في المصدر بدون أي إضافة طبعا إحنا بنجيب في الأول subject الفعل زي ما قلنا فوق قبل كده ان am بتيجي مع i is مع he أو she أو it أو أي اسم مفرد or مع we أو you أو they أو أي اسم طبعا am not لا تختصر is not اللي هي اختصارها isn't و are not اختصارها isn't يعني إما تجيلي كده من غير اختصار إما تجيلي مختصرة طيب زي ما قول مثلا i am not going to go trekking in the desert طبعا أنا لن أذهب إلى الترحيل في الصحراء يبقى أنا هنا استخدمت إيه استخدمت not going to طبعا am not going to جبت معاها الفعل في المصدر بدون أي إضافات لو تلاحظوا هنا أنا اختصرت I am ولم أختصر إيه not لأن I am not لا تختصر she isn't going to go diving طبعا هي لن تذهب إلى الغوش طبعا هنا برضو استخدمنا isn't منفية لأن طبعا إحنا عايزين جملة تفيد النفي وطبعا استخدمنا is علشان عندي subject she we aren't going to stay home next Friday نحن لن نبقى في المنزل الجمعة القادم برضو هنا عندي aren't going to ومعاها اللي هو الفعل في المصدر بدون أي إضافات واستخدمنا aren't علشان عندي subject we بعد كده اللي هي الجملة الاستفهامية طبعا كلنا عافين ان احنا عندنا نعيب من السؤال اللي هو السؤال بمعنى هل اللي هو السؤال بأداة استفهام اول حاجة اللي هو السؤال بمعنى هل اجابته اما بياس اما بنو بيبدأ بام وis وار ويكون بحرف كده لان هي بتكون في بداية السؤال وبعدها subject اللي هو الفاعل going to اللي هو الفاعل اللي هو going to ومعاها اللي هو الفاعل في المصدر بدون أي إضافات ام وis وار والفاعل going to والفاعل في المصدر زي ما قول لي مثلا is she going to play tennis هل هي سوف تذهب للعب التنس لو هي فعلا هتذهب هنقول yes ونجب بقى نبدل she ما كان is وis ما كان she بقى yes she is عشان هحاول من سؤال الى ايه الى جم طيب لو هي no هنقول no she isn't لا والطبعا دي بتكون إجابة مختصرة عايز أقول بقى إجابة طويلة اقول yes she is going to play tennis ايوة هي سوف تذهب للعب التنس او no she isn't going to play tennis لا هي لن تذهب للعب التنس طيب النوع الثاني من السؤال اللي هو السؤال بأداة استفهام اللي احنا بنسميه بنسميه الwh question السؤال بأداة استفهام بيبدأ بالquestion word اللي هي أداة الاستفهام وبعد كده أموا is و are ولكن بحرف small بقى لأنها كده بقى في منتصف السؤال والsubject الفاعل going to اللي هو سوف بقى والإنفراتف اللي هو الفاعل في المصر زي ما يقول لي مثلا what are you going to eat for lunch ماذا سوف تأكل من أجل الغداء يعني هتأكل لي في الغد يقول لي I'm going to eat fish أنا سوف أكلت إيه سامك يبقى I'm ليه لأن are you في السؤال تحول إلى I'm في الإجابة لما أسألك أقول لك أنت ترد تقول لي أنا أنت بتاخد R اللي هي you بتاخد R أما I بتاخد I'm اللي هي طبعا اختصرناه هنا الأبستروفية يبقى I'm going to eat fish لو نلاحظ بقى زي ما دايما بنقول أن السؤال بمعنى هل إجابته بyes أو بنوه أما السؤال بأداة استفهام بتكون إجابته معلومة على حسب أداة الاستفهام المستخدمة عندي في السؤال بعد كده اليسج اللي هو الاستخدام يعني إحنا بنستخدم be going to للتعبير عن إيه إحنا قلنا أنه هو بيعبر عن المستقبل ولكن طبعا هو ليه استخدامات معينة في المستقبل أول حاجة production wise evidence اللي هو التنبؤ بوجود دليل يعني أنا بتنبأ بحدوث شيء في المستقبل ولكن من خلال دليل قدام زي ما قولي it's cloudy الجو مغيم it's going to rain الجو سوف يمطر أنا تنبأت أن الجو حيبطر من خلال الدليل الموجود قدامي اللي هو أن الدنيا مغيمة لذلك أنا استخدمت a is going to طبعا فيه استخدامات تانية للتعبير عن المستقبل باستخدام ويل مثلا اللي هي معناها سوف ولكن استخدامات ويل تختلف عن استخدامات going to يبقى أول حاجة من استخدامات be going to زائد المستقبل هي زائد الفعل في المصدر للتعبير عن المستقبل إن هي بتعبر عن التنبؤ ولكن بوجود دليل بعد كده بتعبر عن future plans اللي هي التعبير عن خطط مستقبلي يعني إيه يعني أنا بخطط أعمل حاجة في المستقبل ولذلك بتستخدم مع بعض التعبيرات يعني أنا ممكن ألاقي مثلا plan اللي هي معناها خطة أو أو يخطط have planned خطط أو plans أو planned بس كده في المواضي البسيط طبعا أنا أول ما أشوف كلمة plan أو أي حاجة بقى من مشتقاتها بستخدم going to زائد الفعل في المصدر زي ما قولي I am going to visit aswan tomorrow أنا سوف أزور aswan غدا it's my plan دي خطتي أول ما أشوف كلمة plan دي أعرف أن الاستخدام اللي أنا هستخدمه am أو is or are going to على حسب السبجكت اللي موجود عن الممكن يجيلي في سؤال التصحيح ويجيب لي بقى it's my plan يبقى أنا هعرف أن أنا هستخدم إيه قاعدة be going to زائد الفعل في المصدر كمان بنستخدم be going to للتعبير عن intention اللي هي نية نية لعمل شيء في المستقل يعني أنا بنوي أو ناوي أعمل حاجة في المستقل علشان كده بتستخدم مع التعبيرات اللي هي زي intend ينوي intention nية have intended أو intended بس هي أهم حاجة أني فيها حاجة فيها إيه حاجة من قبيل النية كده يعني intend intention have intended أو intended زي ما بيقولت دلوقت زي ما يقول لي مثلا I am going to move to a new house أنا سوف أنتقل لمزل الجديد I have intended أنا نويت كده يبقى أنا هنا زي ما قلت I have planned ده أنا خطط I went to my plan دي خطتي برضو أنا لو لقيت intend اللي هي معناه ينوي معناه أن أنا هستخدم am أو is or going to زي الفعل في المصدر على حسب السبجكت الموجود عندي بعد كده بنستخدمها قرارات مستقبلي يعني أنا عايز عايز أعمل حاجة ولكن أنا قاعد بقرر أو بشوف كده أنا هعمل الحاجة دي هات زي يبقى دي اسمها قرارات مستقبلية يعني قرارات بتاخد وقت وأنا بفكر فيها علشان أعمل الحاجة دي طيب عم بتيجي مع فعل decide يعني الفعل ده بيكون موجود في الجملة زي intend كده decision اللي هي معناها قرار have decided the carrer أو decided بس في الماضي البسيط زي ما يقول we are going to fly to london next week إحنا سوف نطير إلى لندن يعني سنذهب إلى لندن بالطيرة يعني الأسبوع القادم we have decided that إحنا قررنا ذلك زي ما زي ما أنا قلت زي ما زي ما بنلاقي plan أو intended برضو لو لقينا decided بنستخدم we are going to fly يبقى أنا هنا عندي خلاصة الثلاث استخدامات اللي هم ورابعة دول اللي هي خطة أو نية أو قرار في المستقبل إن أنا لو لقيت في الجملة أي حاجة بتدل على اللي هي الخطط أو بتدل على اللي هي النواية أو اللي هي باستخدام طبعا فعل أو اسم أو أي تصريف من الأفعال بنستخدم زي الفعل في المصر بإضافة للاستخدام الأول اللي هو التنبؤ بوجود ده بعد كده بنستخدم للتعبير عن أشياء أو أحداث على وشك الحدوث يعني هي على وشك إن هي تحصل يعني بيقول لي العربية بتاعتك سوف تصطدم يبقى أنا هنا لو قال لي أي حاجة كده بتدل على الحرص أو الاحتياط يعني ومعاها علامة تعجب كده يبقى إحنا هنا بنستخدم زي الفعل في المصر يبقى أنا هنا تاني بنستخدم للتنبؤ بوجود دليل يعني في دليل موجود قدامي من خلاله بتنبأ بيستخدم الخطة أو نية أو قرار في المستقبل وكمان للتعبير عن أشياء على وشك الحدوث بعد كده معانا يسأل أولا اللي هي اللي هي الضمائر المنعكسة أو الضمائر التوكي دي أول حاجة بيقول لي أن الضمائر المنعكسة هي ضمائر بتعود على فاعل الجمل يعني يعني الضمائر اللي بتعود على الفاعل اللي هو بيمدأ بالجمل لتؤكد على أن الفاعل هو اللي زي قام بالفاعل بنفسه بنضمه ساعد يعني أنا بأكد أنه أنا عملت الحاجة دي بنفسي بأكد أنه هو عامل الحاجة دي بنفسه. انا وهو وهي كل دي سابجكت برونون زباير فاعل. وطبعا بنستخدم الضمير المنعكس علشان يأكد على ان ايه الفاعل ده هو الذي قام بالفاعل بدون مساعدة من احد. طبعا انا ايه? هنا عندي اللي هي السابجكت برونون اللي هو الضمير المنعكس. وطبعا الرفليكس برونون اللي هو الضمير اه سوري السابجكت برونون ضمير الفاعل والرفليكس برونون اللي هو الضمير المنعكس. انا عندي مثلا سابجكت برونون اللي هو ضمير الفاعل اي اللي هو معناه انا. اه ضمير المنعكس منه بنفسي. انا ممكن اقول بس او ممكن اقول يعني انا ايه? حتى كده باي بينكسين لان هي ممكن تستخدم مع كل ايه? الضمير المنعكسة او ممكن الضمير المنعكس يستخدم ايه? يعني بمفرده كده. يبقى I myself أو by myself معناها بنفسه هي اللي هي معناها هو للعاقل himself or by himself بنفسه she اللي هي معناها هي herself بنفسها أو by herself it اللي هو هو أو هي لغير العاقل طبعا الحيوان أو أي حاجة itself بنفسه أو بنفسها لغير العاقل أو I ممكن أقول by itself you اللي هو بمعنى أنت أو أنت ده لي إيه ده للمفر أخد بالي بالمفرد الضمير المرعاكس yourself بنفسك أو بنفسك طب لو إحنا استخدمناها للإيه للجامع اللي هي معناها أنتم أو أنت you yourselves بأنفسكم أو بأنفسكم we اللي هي معناها نحن ourselves or by ourselves بأنفسنا they themselves بأنفسهم أو بأنفسهم أخد بقى بالي إن مع المفرد استخدمت كلمة self اللي هي معناها إيه نفس self طبعا وي الجامع استخدمت self طب ليه نحن عندي كلمة self اللي هي معناها نفس طبعا ده اسمي بنتهي بـ في الحالة دي من ضمن قواعد الجامعة أنا قلت لو كنت شرحتها قبل كده وقلت إن الإسم اللي عندي لو طبعا انتهى بالـ أو الـ عندي الجامع بنحذف الـ أو الـ و بنضيف الـ لذلك الأنفس معناها selfs اللي هي معناها إيه أنفس يبقى أنا مع المفرد مع المفرد سوري بستخدم self ومع الجامع بستخدم إيه بستخدم selfs طيب في ملحوظة صغيرة كده أنا مثلا عندي قلت هي هم سيلف طب لو قال لي مثلا أحمد طب هو أحمد الضمير الفاعل اللي هو بيعود عليه هي يعني لو كده استبدله بهي يبقى الضمير المرعكس هم سيلف طب أنا عندي مثلا إسراء أو مثلا مونا عندي هنا اسم إيه مؤنس يبقى ما هي المؤنس الضمير شي يبقى هير هير طب أنا قلت بقى أحمد أحمد ومونة لتنين يبقى هم جامع يبقى الضمير زي اللي بيعود عليهم يبقى الضمير المرعكس زي اخد بالي من الحاجات دي عشان الفاعل احنا بنحط الضمير المرعكس بناء على الفاعل طيب قال لك بقى أحمد أحمد وإيه وأنا أحمد وأنا يبقى احنا ايه وي نحن يبقى ايه يبقى طيب أحمد أحمد وأنت يبقى الضمير يو اللي هي معناها أنتم ولكن للجامع يبقى 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 أول حاجة الضمير المرعكس هي ضمير بتعود على فاعل الجملة لتؤكد على أن الفاعل هو الذي قام بالفعل بنفسه دون مساء لازم نحفظ ضمير الفاعل والضمير المرعكس من كل ايه ضمير زي ما يقول لي مثلا هي علمت نفسها أن هي تتكلم انجلش طبعا هو هنا الضمير المرعكس جاي طبعا تبعا للضمير الفاعل لأدل على أنه قام بالفعل بدون مساعد مونة قامت بالعمل بنفسها أو ايه أو هيرسل في برضو قناها بنفسها يبقى أنا هنا بأكد على أن مونة هي اللي قامت بالتسوق من دون مساعدة من أحب كمان إحنا بنستخدم الضمير المرعكس إذا كان الفاعل والمفعول واحد يعني ايه يعني أنا عندي علي هيرت همسلف علي جرح نفسه ايه يعني إحنا هنا في الجملة دي مونة قامت بالتسوق هنا المفعول هيرسل بنفسها يبقى أنا هنا بأكد على أن اللي قام بالفعل ده هي مونة بدون مساعدة ولكن لما أقول علي هيرت همسلف علي جرح ايه نفسه أو هي توت هيرسل هي جرح هي علمت نفسها الفاعل والمفعول هنا ايه هنا واحد يبقى بنستخدم في الحالة دي الضمير الايه المنعكس أو الضمير التوكيدي بعد كده بيقول لي ايه في الجمل الأمرية اللي هو الأمر الايه الأمر المسبت إحنا قلنا أن الجمل الأمرية أنا لما بأمر بأمر بالضمير يو اللي هي معناها أنت أقول لك افعل لا تفعل أو افعله أو لا تفعله سواء هي المفرد أو جمع اللي هي الضمير يو طيب أنا لو كنت بخاطب مفرد باستخدم بنفسك يعني اعمل الحاجة دي بنفسك اعمل وقبك بنفسك اعمل أكلك بنفسك طيب لو باستخدم جمع أو باكلم جمع يبقى يعني مثلا اعملوا اعملوا الواجباتكم بأنفسكم مثلا ارتدوا ملابسكم بأنفسكم زي ما يقول هنا ايمان دو يور هم با يورسيلف ايمان هنا معناها يا ايمان الهواني دا يا ايمان أو يا ايمان بنادي عليها اعملي الواجب بتاعك بنفسك استخدمت هنا يورسيلف لي لأن أنا عندي هنا ايمان مفرد أو المخاطب بتاعي مفرد لذلك أنا استخدمت يورسيلف طيب أنا بقى لو بنادي على ايمان ويمونا مثلا ايمان ايمان انت مونا يا ايمان انت يومونا با يورسيلف با يورسيلفز بعد كده بيقول ان احنا ممكن نستخدم الضمار المعكسة بعد حروف جارة مثلا زي buy و of after on ولكن ما بنستخدمهاش بعد ايه بعد with لان بعد with بيجي معاها ضمير مفعول وليس ضمير ايه وليس ضمير منعكس زي ما اقول انا عملت الخيكة دي بنفسي buy myself the girls looked after themselves البنات بيعتنوا بانفسهم looked after themselves she took a photo of herself هي التقطت صورة لنفسه يبقى اخد بالي من الحاجات دي في بعض التعبيرات اللي احنا ممكن نستخدمها مع الرفليكسي pronouns اللي هي الضمير منعكس زي ما اقول enjoy yourself معنى استمتع بوقتك enjoy yourself take care of yourself اعتني بنفسك take care of yourself help yourself معنى تفضل او اخدم نفسك يعني ام كده خلك في بيتك كأنك يعني ام خد اللي انت عايزه make yourself at home تصرفه كأنك في منزلك يعني خد راحتك behave yourself معناها احترم نفسك دي بعض التعبيرات اللي ممكن تيجي مع الرفليكسي pronouns الضمير المنعكس بعد كده هنعرف يسا نقولها how to make a suggestion ازاي تقدم اقتراح يبقى making suggestion تقديم الاقتراحات يعني ازاي تعمل اقتراح ازاي تقترح على حد ان هو يعمل حاجة فيه قزة طريقة علشان اقدم بيها اي اقتراح اول حاجة ممكن اقول للشخص اللي قدامي why don't we وبيجيب معها الانفلاتف اللي هو الفعل في المصدر بدون اي اضافات معناها ولما لا why don't we الحاجات دي كلها لازم نحفظها كويسة سان اقولها علشان نقدر ان احنا لو جاننا سؤال منها مثلا سؤال اقتراح في ديالوج او حتى في سؤال تصحيح او في سؤال اختر لازم اكون عارف انا هجاوب بايه يبقى انا لازم احفظ الحاجات دي كويسة شان اقدر افرق طبعا بين الاسئلة المختلفة why don't we ومعها الانفلاتف الفعل في المصدر ولما لا shall we وبرضو بجيب معاها الفعل في المصدر معناها هاليوم كيلنا how about معاها الverb معاها الing معناها ماذا عن how about طبعا ومعاها what about برضو معناها ماذا عن اللي اتنين دول بيجي وراهم الverb زي دا اي نجي الاربع طرق اللي فوق دول ده طريقة طريقة اقتراح ولكن على هيئة question سؤال يعني دا لو جالي في سؤال الدالج سؤال المحادسة عايز من اقتراح على هيئة سؤال استخدم اي طريقة من الاربع طرق دول ولكن بقى في اقتراح على هيئة جمل زي ما اقول ايه we could باها الانفلاتف من الممكن او احنا نقدر let's معها الانفلاتف let's معها معناها هيا بنا او دعن وبيجي وراها برضو الفعل في المصدر بدون اي اي اضافات او i suggest اللي انا باقترح وي الفيرب اي انجي ولكن دا اقتراح على هيئة ايه جمل افرق ما بين الاقتراح اللي هو على هيئة سؤال وجمل يبقى انا لازم ايه لازم احفظ الطرق دي كويس جدا طيب انا عملت بقى اكتراح بيجي للرد دي اما positive response رد بالموافقة او negative response اللي هو رد بالايه بالرفض اول حاجة اللي هي positive response الرد بالموافقة انت اقترحت على حد مثلا وقلت له ايه why don't we go swimming? ولما لا نذهب الى السباح اقتراح تعليم ممكن تستخدم بقى القزة طريقة بتوع الاقتراح او مثلا shall we go swimming? ولما لا نذهب او هل يمكننا ان نذهب للسباح? how about going to swimming? او going swimming? وماذا عن اذهب للسباح? او let's go swimming دعنا نذهب للسباح او اي طريقة بقى من طريق الاقتراح انت اقترحت على حد ان انت تعمل شيء لو هو موافق هيقول that's a good idea دي فكرة جيد great idea دي فكرة عظيم اوكي موافق او i agree انا موافق ولكن بقى لو هو رده negative رده رافض يعني هو مش موافق على الاقتراح بتاعك بيقولك ايه sorry i am busy او no thanks لا شكرا sorry i am busy طبعا ان اقاسف انا مشغول او i disagree انا لا اوافق we i am not sure انا مش متأكد ممكن بقى يقولك ايه يقولك طبعا اسباب او ممكن يقترح عليك ايه اقتراح تاني خالص اي ما يقول مثلا why don't we go swimming ولما لا نذهب للسباحة ممكن يقولك that's a good idea دي فكرة حلو وتذهبوا للسباح طيب sorry i am busy انا مشغول يعني ممكن ايه تتقابله في يوم تاني او ممكن مثلا يقولك ايه i disagree انا لا اوافق ويقترح عليك ان ان انت تعملوا اي نشاط طاني او تذهبوا الى مكان تاني حاجات دي كلها الاسر اولى لازم نحفظها كويس جدا نشوف مع بعض اكسرسايز بيقول لي what are you going do next week عايز يقول لي ماذا سوف تفعل اسبوع القادم اخد بالي باحنا قلنا السؤال الاداة واما وزا وار والفاعل وgoing to زاد الفاعل في الماضي يبقى going to do i am go to go to aswan next summer انا سوف اذهب الاسوان الصيف القادم يبقى احنا قلنا اما وزا وار going to زاد الفاعل في الماضي يبقى going وليس go he be going to stay up late عايز اقول هو سوف يزهر او يبقى الوقت متأخر احنا قلنا اما وزا وار زاد going to زاد الفاعل في الماضي احنا هنا عندي فيربي توبي فاعل في الماضي انا عندي هنا هي يبقى هي بتاخد اس is you going to visit your uncle عايز يقول له هل انت سوف تزور عمك احنا قلنا عندي هنا ايه السؤال بيبدأ بقى ما وزا وار ولكن انا عندي هنا الضمر you you بتاخد or وليس is يبقى are you we cooked yourself a dinner on a fire عايز اقول احنا طبخنا لنفسنا العشا على النار يبقى انا عندي الضمر we we يبقى ourselves she made myself a sandwich عايز اقول اه هنا ايه اخد بالي الضمر المنعكس دي myself اللي هي معناها نفسي عايز اقول ان انا عملت النفسي هنا بقى اه عكاس للسؤال بدل ما يجيب لي الضمير وطالب مني الضمر المنعكس الضمر الفاعل يعني وطالب مني الضمر المنعكس لا هنا اجاب لي اللي هو الضمر المنعكس وطالب مني اجيب منه ضمير الفاعل طبعا هنا I myself I myself ولا يساشي علا ان ايمان علا وامل اتنين اخد بالي يعني جامع يعني الضمير زي هم او هن made a cake by herself عايز اقول مون او علا وايمان عملوا الكيكب بانفسهم فيه ناس بقى في سؤال اختر بتطلبت اول ما تشوف علا بس ما بتكمنش بقية الفاعل وتجي مختارة herself والاختيار ده بيكون خطأ لان انا عندي الضمير الفاعل عندي جامع علا وايمان يبقى they they themselves باسم and I باسم وان نفس الفك did our homework by himself باسم وانا عملنا الواجب المنزلي بنفسنا يبقى هنا عندي باسم وانا يبقى نحن اللي هي we يبقى our selves لما يكون جايب لي اه كلمة او اسم مش ضمير لازم احدد بقى ضبر الفاعل اللي بيعود على عشان اقدر اجيب اللي فليكس ببرونات بيقولي I took this photo with myself عايزة اقول انا التقطت الصورة دي بنفسي يبقى هنا هنا طبعا استخدم buy myself بنفسي او of myself لنفسي let's going to the park to have fun بيقولي دعنا نذهب للحديقة لكي نستمتق احنا قلنا let's speak ورا الفاعل في البوزر بدون اي اضافات يبقى let's go how about to buy a new phone وماذا عن شراء تليفون جديد how about what about زاد الفيرب زاد ال I N G how about buying وبكده نكون وصلنا للاهاية فيديو النهاردة اللي عنده اي سؤال اي استفسار اكتبلي في comment وانا برد على comment's اللي بتجيلي كلها اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة